اشتركوا في القناة 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 واحنا بس بنشتغل في عملية سيانة فقط لا او اصلاح او انشاء او تركيب قبل ما بقدى اشتغل لو رحت لأي مهنة ولا مثلا انت حتيجي تعمل اي شغلانة عندك في حضرتك في المنزل بتجيب الصناعي او بيجيب الفني اللي بيجي لك بتقول له والله شوف الموضوع ده هيكلف كامل فلما كانش عند قدرة من الفني ان يقدر يحسب تكليف المنظومة بشكل صادق وبفين مصدقية عالية هيفقد مصدقيته عند المستهلك او عند العميل فبالتالي العميل لازم يكون عنده قدرة عارف ان الفني لما هيجيله ويقول له التكلفة دي هتكون كام يكون قادر عشان هو بيعمل حساباته وبيعمل ميزانيته بحيث ان كان حيقرر ان كان حيبدأ في العمل فعلا في عملية الاصلاح او الصيانة ولا لا فاول نقطة او الغرض الاساسي من علم المؤيسات ان الفني يكون عنده القدرة على تأدير التكاليف اللازمة لعملية الصيانة او الاصلاح او الانشاء او التركيب قبل بدء العمل النقطة التانية كمان يكون عارف الخامات المطلوبة واللازمة للمنظومة ايه يعني انا النهاردة لماذا يعمل مؤيسة خلاص انا عارف انا هركب ايه تمام يعني انا لو بركب مثلا بعض ادوات صحية في المنزل كل مركة من شركات لها سعر وكل حسب نسبة التشريب وحسب مستوى التشريب فانا لازم اكون محدد الخامات اللي انا هشتغل بيها عندي ايه النقطة التالتة وهي معرفة العمليات اللي بتجرى على الخامات يعني في دلوقتي انا عندي بعض الخامات معينة في عمليات هتجرى عليها محتاج مركز الصيانة في عمليات هتجرى ممكن اعملها داخل المكان او داخل موقع العمل فبالتالي معرفة العمليات اللي هتجرى على الخامات مهمة جدا في عمليات بتكون المعدات والادوات اللي انا هشتغلها بها بتكون معا معايا كفني. انما في عمليات اخرى بتطلب ورش خارجية. زي مسلا عندي مخرطة زي مسلا فيه مسلا ورش قطع او خلافه. تمام? يبقى النقطة الاولى ازاي يقدر التكاليف اللازمة قبل البدء في العمل? تمام? وتاني نقطة محدد الخامات اللازمة المطلوبة عندي. تالت نقطة معرفة العمليات اللي بتجرأ على الخامات اللي انا محددها. رابع نقطة تقدير الزمن اللازم للعمليات المختلفة. اه النهاردة لو فيه شغلانة مسلا ما? وانا مسلا ريح بعملها عند عميل. وعميل مسلا ريح له اخر النهار مسلا وليكن الساعة تسعة بالليل او الساعة تمانية مسلا بالليل. تمام? وبصيت لقيت ان العطل وعملية الصيانة هتطلب فترة زمنية طويلة. فممكن اجل الموضوع ده ليوم تالي بحيس ان انا ببقى عارف. بحيس ان انا ما ينفعش ان اشتغل في الشغلانة ننصها واسبها بعد كامل. ممكن اخدها من يوم تاني اجل اليوم تاني بحيس اخدها من بداية اليوم بحيس ان انا نكون عارف الفترة الزمنية اللي هتشتغل معايا قد ايه? يبقى لازم اكون بقدر الزمن اللازم للعمليات المختلفة والزمن اللازم للعمليات المختلفة الموجود معايا هنا. انا بحدده وبيكون بناءا عن فهم دقيق للعمليات اللي هتجرى والخطوات اللي انا هقوم بيها في عملية الصيانة او الاصلاح او التركيب. النقطة الخامسة وهي الوصول الى افضل الطرق الاقتصادية. الانتاج عشان احصل على المنتج باقل سعر وافضل جودة منافس او للشركات الاخرى. والتالي انا النهاردة لما باجي اتكلم وقول الوصول افضل الطرق التكنولوجية او افضل الطرق الاقتصادية انا ممكن احقق لك. نفس الغرض المطلوب. عشان اقوم بعملية التركيب بامكانيات اقل. بس لازم احافظ على مستوى الجودة. لازم احافظ على مستوى الجودة ل ان الامانة في العمل ان انا مش بس ان اديك الحاجة شغالة او خلص لك مثلا هو خلاص وقال له ان انا خلصت. لا لازم يكون الحاجة بنفس مستوى الجودة. ولكن بيبقى فيه طرق مختلفة بوسائل مختلفة ممكن اوصل بأقل تكلفة ممكنة. يبقى لما نجي نتكلم على الغرض من علم المؤيسات الغرض من علم المؤيسات. بعض النقاط اللي ههمة راكم واحد قلنا فيها ان انا ممكن اقدر التكاليف الخاصة بعملية الصيانة او الاصلاح او التركيب قبل البدء في العمل نقطة التانية اللي انا بحددها هي معرفة الخامات اللازمة لعملية الصيانة او الاصلاح تالت نقطة ان انا كمان بحدد العمليات اللي بتجرى على الخامات المختلفة تمام والنقطة الرابعة ان انا كمان بحدد الزمن اللازم لعملية الصيانة والزمن اللازم لعملية الصيانة زي ما قلت لحضراتكم بيكون عليه عامل كبير جدا في تحليل التكلفة النهائية للعملية بشكل عام كمان بحاول أن أحدد أفضل الطرق الاقتصادية والطرق التكنولوجية اللي ممكن أحقق بعملية الصيانة أو الإصلاح أو التركيب اللي تديني أعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة لأن أي عميل أو أي صاحب مؤسسة أو أي صاحب منشأة يهمه أنك تدينه الغرض أو تنشئ الغرض الموجود مطلوب من العملية وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ممكنة طيب لو إحنا جينا بصينا كمان في أهمية الصيانة أو أهمية عمليات المؤيسات أو علم المؤيسات عندي إيه أول نقطة قال لي هنا تقدير الخامات اللازمة لتصنيعها وتصنيعها وتجمعها يعني أنا النواردة برضو صحيحة أنا حددت بس هقدر الخامات بتاعت دي قد إيه أنا محتاج من الجزء ده خمس قطع ست قطع محتاج من المواسير ديه خمسة متر ستة متر يبقى أنا ما بهلكش للمستهلك لأن في بعض الخامات بيكون لها مرتجعة وخامات أخرى ما بيكونش لها مرتجعة فبالتالي لازم يكون عند الفن دقة وقدرة على أنه إزاي يقدر الخامات اللازمة لعملية التصنيع وإزاي ممكن يجمع المكونات اللي عندي نقطة الثانية هو تقدير الزمن اللازم للتشغيل إن أقدر الزمن اللازم لإيه للتشغيل ده مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم في خطوة سابقة نقطة الثالثة كمان إن أنا أحسب أجور العمال لأنه ممكن النهاردة أقدر الشغلانة وأقوم داخل مثلا فيها وأصرف خامات وأصرف معدات وبص في الآخر إن تلاقي إن العملية ما غطتش تكاليف أو أجور العمال المطلوبين إيه فبالتالي أصبح ما فيهش ربح فبالتالي أصبحت العملية ملهاش أي عائد عندي فبالتالي لازم النهاردة من البداية بحسب أجور العمال الموجودين معايا سواء كان العمال دولت فانيين حسب نوعياتهم أو كان مهندسين مثلا بعض المهندسين في بعض الأعمال أو كانت مثلا عمالة غير مدربة أو إعمالة بتحتاج لموجودة عضلي كل أنواع العمالة الموجودة عندي بشوف التكاليفة بتاعتها وبتكلفني أديه فبحسب أجور العمال اللي عندي طيب تأدير التكاليف الغير مباشرة والتكاليف الغير مباشرة دي من النقط المهمة جدا الموجودة عندنا في الأنظمة بتاعتنا يعني ما بجأتكلم وأقول أنا عندي فيه تكاليف غير مباشرة في علم المؤيسات التكاليف الغير مباشرة دي بتتكون من إيه؟ ممكن تتكون من خمات غير مباشرة تكون من خمات غير إيه؟ غير مباشرة وممكن تتكون من أجور غير مباشرة ومصاريف غير مباشرة فبالتالي لما بقول أن أنا النهاردة مهم جدا في علم المؤيسات ان انا احدد التكاليف الغير مباشرة بحدد خامات غير مباشرة بحدد مثلا اجور غير مباشرة بحدد مصاريف غير مباشرة لما باجي اتكلم على الخامات الغير مباشرة الخامات الغير مباشرة هي الخامات اللي ما بتظهرش في المنتج في شكله النهائي يعني بعد ما باجري عملية التصنيع او بعد مثلا باجري عملية التركيب او عملية الصيانة ما بتظهرش يعني انا النهاردة لو انا استخدمت صنفرة في ان انا اضف مثلا انبوبة او مصورة قبل عملية اللحام. مش هيبان الكلام ده. الصنفرة مش هيبان في الشغلة. تمام? لو انا استخدمت نقطة زيت عشان اللين او عشان احطها ما بين جزئين موجودين معنا متحركين. مش هيبان في الشغلة. فبالتالي دي بتكلف عندي. فدي بتعتبر خيمات غير مباشرة. لا تظهر في المنتج النهائي. انما في عندي بتبقى نوعية مسلا اجور غير مباشرة. والاجور غير مباشرة زي ما بنتكلم زي ايه الهجور الموجودة معي. برضو هو اجور العمالة او العمال اللي هما ما بيقوموش بعملية او بعملية الانتاج بشكل مباشر. يعني لو كان فيه اصطف اداريين. لو في طف مسلا مختصين بعملية مسلا المقابلة مسلا او الكلام ده او الاتفاق او التعاقدات. كل الاصطف اللي بيكون موجود داخل المؤسسة ده. ده ما بيقومش بعملية الانتاج بشكل مباشر. ولكن هو بيتزيد تكلفته على المنتج وعلى حاجة اللي احنا بنتم اضافتها او ترحها في سعرها النهائي اللي قدامي. فبالتالي انا في عندي كمان تكاليف زي ما قلنا ما عادر حضرتكم اللي هي مصاريف اجور غير مباشرة. وكمان في عندي مصاريف او تكاليف غير مباشرة كمصرفات. مصرفات زي مسلا لما بنيجي نشتري ورق. مخاصة بالمخاطبات. دي بتعتبر مصاريف غير ايه? غير مباشرة. اتصالات. دي مسلا مصاريف غير مباشرة. اه مسلا علاج مسلا خاص ببعض المصابين. خلاص او تأمين اجتماعي او خلافه. دي كلها بتعتبر مصاريف ايه? غير مباشرة. فلازم من النقطة المهمة جدا في علم المواقسات احدد التكاليف الغير مباشرة. واللي قلنا التكاليف غير مباشرة بتنقسم لتلات حاجات. يا اما خامات غير مباشرة اللي تظهر في المنتج بشكله النهائي. تمام? واما اجور غير مباشرة زي هي اجور العمال اللي هما مقاموش بعملية اللي هو الانتاج بشكل مباشر. وزي ما بكون موجود مواعية برضو اللي هي مصاريف غير مباشرة. ودي مصاريف اللي هي المصاريف اللي بسموها عند المصاريف الفرعية. زي مصاريف المكتبات والاوراق وبعض الادوات المكتبية والاتصالات والتامين وخلافهم. تمام? طيب. تعال كمان نشوف برضو اهمية من النقطة المهمة جدا ان انا من علم المواقسات ان انا كمان احدد الربح او العائد الموجود معي من وراء المواقسة الموجودة معي. هل بس ان احنا كده بنحدد مع بعض اللي هو الخامات والمعدات وبحدد بقدر الخامات بقدر اجور العمال وبحدد الزمن بتاعي وكمان بحدد التكاليف الغير مباشرة وبحدد الربح. كمان بحدد الاعتمالات المالية واللي هو فترة او مدة استحقاقة او فترات استحقاقة الموجودة معي. يعني النهاردة لو فيه مثلا عملية معينة وتم التعاقد عليها تمام? الاعتماد المالي الخاص بالعملية دي متوفر بشكل كامل ولا مش متوفر? وهل استحقاق ان انا ممكن النهاردة باخد مسلا من المؤسسة بتعاقدت معاها دي دفعات ديت على فترات قد ايه? ومبالغ قد ايه? بحيس ان هي اضغط معايا العملية ويكونش فيه عملية توقف فيه اسناها عملية التركيب او الصيانة الخاصة بالعملية المطلوبة معايا. كمان من النقطة المهمة اللي موجودة معانا وهي معرفة غير معرفة امكانية زيادة رأس المال. يعني النهاردة لما باجه اتعامل مع البعض الوحدات ديت انا بشوف امكانية زيادة رأس الايه? المال الموجود معايا من علم المؤيسات. يعني انا بعمل حسابات بشكل كبير جدا انه بتكون عبارة عن دراسة جدول يعني بتعتبر المؤيسات دي جزء من دراسة من دراسة الجدول. فدراسة الجدول انا ببقى محق ان انا النهاردة حيكون رأس مالي بعد قد ايه? بان العملية ديت قبل العملية وبعد العملية دي هيكون قد دي. كمان معرفة اماكن تخزين الخامات ومدة التخزين. بعض العمليات الكبيرة بتتطلب ان انا اجيب مسلا كميات من القطع او الامجزاء اللي هتم عملية صيانتها بتكون بكميات كبيرة جدا. وعملية التركيب والصيانة بتاعتها ما بتتمش على فترة واحدة او على فترات بسيطة. فبالتالي لازم اكون موفر لها الاماكن اللي انا هخزنها فيها وهكون عارف مدة التخزين بتاعتها كمان قد ايه? يعني انا مسلا هعمل عملية تركيب لمنظومة تكييف مركزي لمستشفى مسلا معينة. كل المعدات واغلبية الادوات غالبا بتكون مستوردة. فبالتالي بيكون جاية مسلا في كونترنرات كبيرة بيتم تفرغها في المكان العمل. بكون انا مجهز كل المعدات وكل الادوات دي بحيز بيتم تحملها على المبنى بيجيب لها وناش بيجيب لها بعض المعدات. فلازم تكون الحاجات دي متوفرة. كلها بكمية مرة واحدة. تمام? وفي نفس الوقت لها اماكن تخزينها اللي حين توفير المعدات والادوات. فبالتالي لابد من معرفة اماكن تخزين الخامات ومدة التخزين المطلوبة عندي. نقطة كمان من معرفة العمليات وارتبطها ببعضها البعض. في بعض العمليات ان بيتم شغلها مع بعض. يعني النهاردة مسلا بركب وحدة مناولة هوا. وحدة مناولة الهوا دي يبقى كل المكونات الخاصة بوحدة مناولة الهوا دي بتكون محطوطة في مكان بجوار بعضها بحيث عملية التناول والتداول بتاعتها ما تكونش فيها مشكلة. علاوة كمان ان في بعض العمليات بتكون مرتبطة مع بعضها زي مسلا ان انا نهاردة بركب مسلا جرالة الهوا مع المراوح مع الدكتورة بحيث ان انا نهاردة اعرف اجبس الهوا وقعني ما خلص مثلا امر اعرف اجبس مسلا الهوا بالمروح يبقى في عمليات بتبقى لحد ما مرتبطة مع بعضها. كمان علم يموائسات بيعرفلي على عملية العرض والطلب بالسوق. انا لما بعمل موائسات واجهى اشوف السوق مثلا بيكون طالب ايه وانا ممكن اعمل العروب بتاعت ايه فلازم يكون عندي دراسة لأسعار الخمات الموجودة داخل السوق المحيط او السوق المحلي الموجود معايا مش بس السوق المحلي كمان ده كمان السوق الدولي يبقى انا النهاردة لابد لانه كتير جدا من بعض قطع الغيار احنا بتم استراضها من الخارج خاصة خاصة بمعدات التبريد والتكيف تمام فبالتالي لازم اكون عارف اسعار السوق المحلي واسعار السوق الخارجي بحيث ان انا النهاردة اقدر احدد التكاليف الخمات الموجودة معايا قد ايه وبالتالي انا مستطيع ان انا اعرف كمية ان انا اعرض سعري لما يكون فيه منقصة معينة لعملية معينة اعرف احط الاسعار بتاعتي من حيث ما تحقق ليش اي خسائر وتحقق لي المكاسب الموجودة عندي فبالتالي امية علم المؤيسات علم كبير بيكون فيه تحديد الخمات عنصر مهم تحديد الزمن عنصر مهم بتحديد المسلا العمليات اللي هتجرى على المسلا على المعدة او مثلا على الشغل او عملية التركيب برضو عنصر من العناصر مهمة كمان ان حدد الاعتمادات الميلية مهمة ان حدد نسبة ربحي برضو تمام يبقى انت النهاردة تستطيع ان من علم المؤيسات علم كبير انك تخش اي عمل او اي شغلانة وتكون عارف ان شاء الله بتوفيق ربنا ان الشغلانة هتحقق ربح وهتحقق الغرض منها فبالتالي لو انت عملها درس جدوى بشكل جيد من خلال علم او درس علم مين المؤيسات احنا لو جينا بصنا على ايه المفردات اي مؤيسة اللي موجودة معايا اول نقطة زي ما تكلمنا ان انا احسب 8 الخامات احسب 8 مين الخامات وتكلمنا ان في عندي مجموعة من الخامات حاجة اسمها الخامات المباشرة خامات المباشرة ايه الخامات المباشرة الخامات اللي تظهر في الشغلة بعد انتاجها ودي يمكن تقديرها في المنتج يعني انا النهاردة مثلا بصنع خلاط ميركب مثلا زر مثلا خلاط اه عارف تمان الزر ده كام ظهر في الشغلانة ولا مستظهر لا ظهر لو هركب مثلا الجلبة معينة الجلبة موجودة فيه فيه مثلا فيه الجزء موجود ولا مش وجود موجود فانعارف سعره كام اذا كل جزء الخامة المباشرة هي الخامة اللي بتظهر في الشغلانة او في الشغلة بعد انتاجها وده يمكن تقديرها في المنتج النهائي طيب تاني عنصر من المفردات العمال المؤيسة وهي أجور العمال أجور مين العمال وهنا بتكلم على أجور العمال اللي بتقوم بعملية الانتاج المباشر أجور العمال اللي بتقوم بعملية الانتاج المباشر تمام؟ فهنا بشوف تكلفة العامل ده كام بضيفه كمان مع تكلفة الخمات اللي حتكتم تقديرها للشغل لنا الموجودة معايا كام مش بس كده لأ ده كمان أنا ببدأ أشوف التكاليف الغير مباشرة واللي اتكلمني عليها من شوية وقلنا اللي هي بتنقسم الى خامات غير مباشرة ودي خامات اللي التي لا تظهر في الشغلة بعد انتاجها زي ما قلنا مع بعض لو انا مثلا عندي صنفرة او عندي شحوم مثلا شحم او عندي زيوت او اي مثلا في فلكس مثلا مادة وانا بعمل عملية اللحام في بعض الخامات ما بتظهرش في الشغلانة بعد انتاجها فدي بنسميها خامات غير ايه غير مباشرة في عندي اجور غير مباشرة والاجور غير مباشرة دي اجور الافراد اللي هم الغير قائمين بعملية الانتاج واللي ما قموش على عملية الانتاج على المنتج بشكل مباشر. ودولة ساي مسلا اللي هو جور الاداريين وجور مصاريف العلاج لبعض المصابين وخلافه. طبعا عندي فيه كمان مصاريف غير مباشرة. وان المصاريف المختصة بالمكتبات والاتصالات والتليفونات والتأمينات واستهلاك الماكينات وبعض الاوراق وخلافه. ازا دلوقتي فيه عندي اللي هو قلنا اول جزء جور العمال. تمام? وبعد كده اتكلمنا على تماني الخمات. تمام? وبعد كده اتكلمنا على اللي هو الاجور او التكاليف الغير مباشرة الموجودة معي واللي بتنقسم الى اللي هو جور غير مباشرة. تمام? وهي خمات غير مباشرة ومصاريف غير ايه مباشرة. العنصر الرابع من المفردات المؤيسة وهو الارباح. واي صاحب اي مؤسسة بيهمه حتة الربح. حتة الربح او العائد لابد ان يكون العائد اللي بنحدده هو بيعدى بمسلا بيحدد بنسبة معينة. ما يكونش مغالف فيه او مبالغ فيه بحيس ان بيتم رفض العملية اللي انت هتقوم بيها وبريد من رفض مثلا الطلب بتاعك. تمام? لا لابد ان يكون له نسبة معينة. الناس الدية بتختلف من شركة لشركة. وبتختلف ايضا من عميل مسلا لاخر. تمام? وبتختلف حسب مستوى نسبة تشريب. وبتختلف حسب كمان اللي هو مستوى المعدات والادوات اللي بيتم تعديلها. يعني انا مسلا مش رايح اغير مسلا غسالة اه مسلا مروحة لغسالة عادية. اه مسلا هاخد فيها مسلا خمس ومية جنيه. ده هي المروحة كلها مسلا بمبلغ بسيط. فبالتالي انت بتحقق مسلا حتة الربح بتاعك دي نقطة عكس لمسلا مسلا وروح اغير مسلا اه مروحة او اغير مسلا طنبورة لغسالة اوتوماتيك. فدي بتاخد شغل ودي بتاخد شغل. تمام? وهنا التكلفة غير التكلفة. فنسبة الربح بتاعتك بتختلف عندي. فبالتالي احنا برضو من عناصر موجودة من عناصر مؤيسة اللي هي تحديد الارباح. ده شكل قدامنا هنا ده بيوضح اللي هي عناصر مؤيسة وشكل بناء التكاليفة ازاي? احنا بنحسب التكاليف بتاعتنا. احنا قلنا من عناصر مؤيسة اول جزئية هي تمن الخمات. تمن مية ايه الخمات? احنا بنقدر نشوف الخمات اللي موجودة عندي قديه? وحجم الخمات اللي موجودة قديه واسعارها. فبنبدأ كمان نشوف اجور العمال الموجودة معايا. ولو جمعنا تمن الخمات على اجور العمال بيديني حاجة اسمها التكاليف الاولية. ازا التكاليف الاولية تمان الخمات واجور العمال. يعني مسلا انت لما بتروح مسلا فني ومسلا عميل بيسأله انا والله عايز اعرف الشغلان دي ادي ايه? قاله والله انا مسلا الشغلان دي خمات هتقدر بكزا. والمفترض الناس اللي شغال معايا العمال مسلا هيشتغلهم هياخدوا مسلا مبلغ معايم. لو هو مسلا زميل او معرفة. وهيكون مسلا ربحها يا ضعبك ربح بسيط كزا. يبقى انت النهاردة لازم النهاردة التكلفة الاولية للمؤسسة العملية هي تمن الخمات واجور العمال. بعد كده بشوف التكلفة الغير مباشرة. النسريات اللي بيتم حواليني. يعني مسلا لو في انتقالات انا جاي بعربية بشوف تمن عربية تكلفة كام? لو انا مسلا حاجة روح اشتري معدة او مسلا في بعض خمات غير مباشرة بشوف الخمات هتموجودة بكام? لو كان مسلا في معايا اه عميل او حد مسلا اه من المسلا الخمات الموجودة بعض المصاريف اللي هي الغير مباشرة زي ما قلنا الاجور او مسلا عندي بعض مكتبات ورق هكتبه الكلام ده بشوف التكلفة دي كلها كان. ازا انا النهاردة لو جمعت تمن الخمات واجور العمال والتكاليف الغير مباشرة احصل على حاجة اسمها التكاليف الكلية. ازا لو قال التكاليف الكلية دي وبيديني سؤال اقول له هي التكاليف الاولية زي التكاليف الغير مباشرة صح. تمام? او قال التكليفة الكلية دي هي عبارة عن تمن الخميات واجور العمال والتكليفة المباشرة برضو صح. تمام? طيب. انا بعد ما بخلص الشغلانة واحسب التكليفة الكلية للشغلانة بشوف نسبة الربح بتاعت كيف? اقول مسلا احط عشرة في المية من التكليفة الكلية ديت على نسبة الربح. احطوا عشتين في المية. وزي ما قلنا مع بعض نحاول بقدر المستطاع ان ما يكونش في مغالاة في نسبة الارباح عشان الشغلانة يكون فيه اه برضو عملية قبول ورضا ما بين العميل لانه من النقطة المهمة جدا والعناصر المهمة جدا المفترض ان يكون فيه راحة نفسية ما بين العميل وما بين الفني اللي بيقوم بعملية الصيانة والاصلاح او التركيب وبالتالي اللي العملية بتتم ان شاء الله بخير. طيب يبقى انا النهاردة عرفت تمان الخمات واجور العمال جمعتهم مع بعض طلعت الخمات الاولية. طيب حددت كمان اللي هو التكليف الغير مباشرة الموجودة معايا وامت جمعها على التكليف الاولية جيت التكليف الكلية. وانت حطت نسبة الربح بتاعتي اللي غالبا بتقدر بالنسبة من التكليف الكلية تمام وانت القيمة اللي هتطلع او ان ضياف مسلا جمعها على القيمة التكليف الكلية اطلع بالتكليف النهائية الموجودة عندي لعين المؤيسات. ازا انا النهاردة لما جيت اتكلم وقلنا ان عناصر المؤيسة او نظام بناء التكليف نظام بناء التكليف بيكون محدد بمجموعة عن العناصر اللي هي بتسمى عندي عناصر المؤيسة وبناء التكاليف بيبقى عبارة عن تمان الخمات واجور العمال تمام والتكاليف الغير مباشرة والارباح لو انا جمعت تمان الخمات على اجور العمال بجيب حاجة اسمها التكاليف الاولية لو انا التكاليف الاولية جمعت عليها التكاليف الغير مباشرة بجيب عندي حاجة اسمها التكاليف الكلية ثم وجمعت عليها الارباح بجيب عندي التكاليف النهائية طيب نهاردة هنبدأ نتكلم في علم المؤيسات دي كانت مقدمة وبعض العناصر الموجودة عندي في المؤيسات او في علم المؤيسات وبنبدأ نتكلم مع بعض على جزئية من جزئيات علم المؤيسات وهي خاصة بممرات الهواء خاصة بممرات الهواء احنا خلال المنهج بتاعنا ان شاء الله هنطرق لبعض اجزاء اغلبها اشغالها في منظومات التكيف المركزي وغرف التبريد والتدميد وفي منظومات التكيف المركزي لما نجي نشوف العناصر بتاعتها الموجودة عندي ايه عناصر الموجودة عندي? اول حاجة عندي المكان اللي بيتم فيه معالجة الهواء ودي بسمها وحدة مناولة الهواء Air Handing Unit الوحدة دي بيبقى لها اماكن معينة يا اما بيتم وضعها على سطح المبنى او بيكون محدد لها دور الماكينات او في بعض الاوقات بيتم وضعها في البادروم فبالتالي ان شاء الله هناخد بعض المؤيسات لبعض عناصر خاصة بوحدة مناولة الهواء بسمها عندنا اير هندي جي ايه اير هندي جي نوت وطبعا في منها انواع ودخلها مجموعة من المكونات والعناصر الموجودة فيها لننتعلم ازاي بعض الاجزاء يتم تغييرها ويتم مثلا صياناتها وازاي ممكن بنحسب التكلفة لعملية الصيانة الموجودة معايا الجزء التاني من عناصر انظمة التكيف المركزي وهي الطريقة والوسيلة اللي بنستخدمها في عملية دقل الهواء المكيف من مكان المعالجة اللي هو واحد منورة الهواء الى الاماكن المرتكيفة الاماكن المطلوبة عندي داخل المبنى وهي ممرات الهواء او من سماع عندنا مجاري الهواء او احيانا بنتكلم عليها الدكتات كلمة الدكت اذا الدكت ده المكان او الوسيلة او الاداء اللي حيتم من خلالها او بيها عملية نقل الهواء المكيف من وحدة المعالجة الهواء الى الاماكن المرتكيف هو لا بنقل الهواء المكيف فقط من المكان او من وحدة معالجة الهواء لا ده كمان عند المكان المكيف نفسه عشان يخش كمية او يدخل كمية من الهواء المكيف لازم اطرد قدامها كمية اخرى تمام؟ لحيس حافظ على اتزان الضغط الداخل للاماكن دي فكمية الهواء اللي بيتم طردها بيتم سحبها ايضا من خلال ممرات بتسمى ممرات الهواء الراجع او ريتيرن دكت خلاص طيب يبقى الممرات الهواء الراجع بيستخدمها برضو بتسحب جزء من الهواء الراجع ده ياما بعيد استخدامه مرة اخرى ويتم خلطه مع الهواء الخارجي ياما بيتم طرده للهواء الخارجي ودي بسمى ممرات هواء العدم او اكسوست اير تمام؟ يبقى عندي دلوقتي ممرات في ممرات حيكون اسمه ممر التخزية وده اللي بيبقى رابط ما بين وحدة مناولة الهواء وحدة المعالجة وما بين خلاص اللي هو مخارج الهواء الموجودة داخل الاماكن المكيفة تمام؟ طيب وعندي كمان نوع تاني من الممرات اللي هو ممرات الهواء الراجع واللي بتكون رابطة ما بين مكان المرات تكيفه خلاص والهواء الخارجي او المصدر الهواء الخارجي او الجزء الراجع الموجود في وحدة مناولة الهواء دي بسمى ممرات الهواء الراجع طبعا؟ وكمان في ممرات زي ما بقول الهواء الفاسد واللي دي بتسحب الهواء من داخل الاماكن المكيفة وبترميه وما بيعدش استخدامه مرة تانية طيب يبقى ده تاني عنصر عندي باول عنصر قلنا وحدة منولة الهواء ودي اللي بيطيب من فيها معالجة الهواء اي ان كان بعامليات اللي بت Joker على الهواء سواء كان عملية التسخين عملية التبريد عملية الترتيب عملية التكفيف عملية مسلا مثلا خلط اي نوع من عملية عملية مسلا كل العمليات اللي بتتم داخل وحدة منولة الهواء الموجودة معيا دي انا حنتعرف على العناصر بتاعترو زي ممكن نغير الاجزاء بتاعت جزء التالت تاني وornos علوها ممرات الهواء او مثل ما عندنا مجاري الهواء الجزء التالت وهو وحدة الشيلر وحدة الشيلر اللي هو المكينة المسؤولة عن عملية التبريد المسؤولة عن عملية مين التبريد والمكينة المسؤولة عن عملية التبريد دي بتبقى عبارة عن دائرة ميكانيكية دائرة ميكانيكية قد تشتغل تعمل بانظوم التبريد بانضغاط البخار او تعمل بانظوم التبريد بالامتصاص او تعمل باي طريقة او طرق اخرى من انظومة التبريد المختلف. ولكن اشهرهم انظمة التبريد بالامتصاص وانظمة التبريد بانضغاط البخار. تمام? هنتعرف بعضه على مكوناتها وبإمكان هناك بعض العناصر اللي هيتم عملية تغييرها او صيانته عمل مؤيسات خلالها ان شاء الله خلال المنهج بتاعنا. طيب. في جزء تاني عم موجود معي? ايوه في جزء كمان. في هنا الغليات. لو انا بقى معمي التسخين انا محتاج بويلر غليات او انظمة تسخين. يبقى انظمة التسخين ممكن نتعرف على بعض العناصر الموجودة فيها. طيب. سواء انا بربط بقى ما بين انظمة التبريد او انظمة التسخين وما بين الملفات الموجودة داخل الوحدات المناولة او موجودة داخل بعض الاماكن المكيفة بيتم الربط ما بينهم عن طريق حاجة اسمها مواسير او انابيب. تمام? ازا او الانبيب اللي موجودة معايا برضو هتعتبر من عناصر موجودة معانا. سواء بقى كانت الانبيب دي حسب الجزء الموجود داخل المعدة او داخل المكينة الموجودة. يعني لو موجود داخل دائرة التبريد. فيه انابيب بنسميه خط مسلا خط الطرد. فيه انابيب لخط السحب. فيه انابيب مسلا بسماء نبالتخزية. فيه انابيب راجع. اين كان المسمى الموجودة معي. ازا ما هو نحن معروف بكل جزء من اجزاء دائرة التبريد. الجزء ده لو هغير مسلا من مخرج الضغط الى مدخل مسلا ده بنسميه هنغير خط الطرد. لو مسلا هغير مسلا جزء من الانبيب. من مخرج مسلا الكوندينسر. خلاص? الى ماخر المدخل مسلا ده بنسميه خط السائل. لو هغير مسلا من مخرج المباخر. الى مدخل الدول بخميل مسلا خط السحب. ازا انا النهاردة بيكون محدد لي. الجزء من الانبيب اللي هيتم تغييره او تم سيانطه او يتم استبداله هيكون ايه بالزبط. تمام? ازا احنا عناصر بتاعتنا ان شاء الله اللي هنطرقله في انظمة التكيفي المركزي اللي موجودة معنا مجموعة من العناصر. في جزء خاصة بوحدة بنولة الهواء. في جزء خاصة بمجاري الهواء. الدكترات الموجودة معنا. في جزء خاصة ببعض الانبيب الموجودة معنا في المنظومات. تمام? ودي بتبقى بعض الاختصاصات للفنيين. قد يكون العمل في عملية التركيب وعملية البرمجة لبعض الوحدات الكبيرة ديت بتحتاج مهندسين او ناس على درجة عالية من الخبرة. تمام? طيب. ان شاء الله احنا هنبدأ مع بعض النهاردة في جزئيتنا ديت على ممرات او مجاري الهواء. لما بجأتكلم على مجاري الهواء. بتكلم أي احنا قلنا هي الوسيلة اللي بتستخدم لنقل الهواء. ان هي هوا؟ الهواء المكيف. طيب الهواء المكيف بيبقى جاي من اين? جاي من وحدة منولة الهواء او وحدة معالجة الهواء. طيب الهواء المكيف ده بياخد الهواء الى الوجي تنقله فين back to the المكان المراد ايه المراد تكيفه تمام يبقى الممرات دي تستخدم في نقل الهوى المكيف من وحدة التكيف او وحدة مناولة الهوى الى الاماكن المراد تكيفة من خلال مخارج الهواء تمام طيب فيه كمان دي اسمه مرات رئيسية لما الممر بيخش او المجرى بتخش الى المبنى او الى الدور اللي انا شغال فيه مثلا بابدأ اوزع على الغرف او على الاماكن المختلفة داخل النفس الدور دي بنسميها عندي ممرات فرعية فممكن يكون الجزء اللي هيتم استبداله او تركيبه او تغييره يقول لك جزء من ممر فرعية وليس ممر ايه رئيسي ده لطرق لتزبيت ولطرق لتركيب بتختلف عن الممرات الايه الممرات التخزين كمان الممرات دي سواء كانت بتمر خارج المبنى او داخل المبنى لها طرق ولها وسائل مختلفة عند العملية التركيب او الصيانة او حسابات التركيب الصيانة خاصة بيها تمام طيب نقطة تانية من النقطة المهمة للممرات قلنا كمان الهواء اللي ببدأ اصحابه ده من المكان المكيف وعيد استخدامه كجزء جزء من الهواء الراجع فبالتالي الهواء الراجع ده انا بعيد استخدامه فبالتالي ان انا محتاج ممرات اخرى الممرات دي لها اماكن معينة بيتم تركيبه لها ابعاد معينة بيتم استخدامها وبيتم تصنعها بيه تمام لها مواعد ومعادل معينة فاحنا ان شاء الله هنتعرف على ازاي نحسب كل الامور دي ان شاء الله طيب نقطة تانية من النقطة المهمة الموجودة عندي برضو في ممرات الهواء تعالوا نبص كده نشوف الممرات احنا بنستخدمها مع بعض في ايه وايه الموجود معي من المكونات او الحاجة الموجودة معنا عن الممرات الموجودة عندي هنا يقول لنا بيتم توزيع الهواء اللي خارج من وحدة التكييف اللي هي وحدة منولة الهواء على الاماكن المكيفة في اي مبنى عن طريق ما يسمى احنا قلنا بممرات مين الهواء او بنسميها طيب وبيتم هنا توزيع الهواء بعد كده على ممرات الهواء فرعية يعني كمان انا قلت عندي فيه ممرات تغزية رئيسية وفيه ممرات ايه الفرعية عشان تغزي الاماكن المرات ايه تكيف طب الهواء اللي بيتم سحبه من الاماكن المكافئة بيعود الهواء بعد كده لواحدة التكييف ايضا عن طريق ممرات تسمى ممرات الهواء الايه الراجعة لو جينا نبص على ايه الطرق المختلفة لتعليق او تركيب ممرات الهواء اول طريقة من الطرق الموجودة معايا وهي تعليق ممرات الهواء الصغيرة او الصغيرة احنا بنقدرها ازاي يعني امتى اقول ان الممر ده صغير ولا كبير لو كان قطر الممر اللي موجود معايا خمسة وسبعين سنتيمتر يعني طول ما انا اقل من خمسة وسبعين سنتيمتر انا بعتبر ان ده ممرات صغيرة طبعا احنا بنتكلم على انظمة التكييف مركزي ومسلا عندك ممرات او داكترات قد يكون يمتد قطر المقطع الموجود معايا للممر من متر ونص المترين فبيكون عندي احجام كبيرة جدا يعني قد يكون الممرات والداكترات الموجودة عندي بتمشي فيها اشخاص بكمل هيئتها طيب يبقى انا عندي امتى بقول ان الممر ده ممر صغير لو كان عرض الممر او مساحة مقطع الممر اللي موجود معايا او معنا صح قطر الممر تمام خمسة يقل عن خمسة وسبعين ايه سنتيمتر بنعلقها ازاي بقى بيكون عندي فيه اشريطة من الصات زي ما موجودة قدامنا على الشاشة في الصورة اللي قدامنا ايه كده شريط لو كان عندي ممر دائرة ازاي ده فبيتم لف شريط الشريط ده عرضه اربعين سنتي عرضه اربعين سنتي وبتم تركيبه افيزه ويتم تعليقه في السقف في المكان المراد ايه المراد تكييف طبعا كل الحاجات دي بتتم تغطيقتها بعد كده بسقف معلقة ما بتبانش في داخل المكان تمام فبالتالي اللي موجود معي الممر ده بيتم تعليقه طول ما هو اقل من خمسة وسبعين سنتيمتر خلاص بيتم تعليقه باحزمة من الصاج عرض الحزام ده اربعين سنتيمتر تمام طيب المسافة ما بين كل حزام والتاني قد ايه من متر ونص المترين يعني من متر ونص لمترين يعني ما بين كل مسافة من حزام والتاني انا بسيد تقريبا متر ونص وبعمل حزام تاني عشان يحمد عشان يكون في اتزان في الممر في سبات للممر لان الممر ده هيتحرك فيه هوى بسرعات عالية فبالتالي قد يحدث اي ضوضاء او اي اهتزاز او ممكن يحصل الجزء يتفاك فبيتم تثبيته بشكل جاية يبقى بالنسبة للممرات الهوى اللي بتكون صغيرة واللي بتقل عن خمسة وسبعين سنتيمتر احنا قلنا بنعمل ايه بنعلقها من استخدام احزام مصنوعة من الصاج اه عرض حزام ده اربعين سنتيمتر وبنسميها حوامل تعليق المسافة بقى من كل حزامه التاني من متر ونص ايه مترين كنزة تاني وهي تعليق الممرات بقى المتوسطة والكبيرة الممرات المتوسطة الكبيرة بيكون في اسياخ الاسياخ دي متسبتة بجنشات مثلا موجودة في القسق في الخرصانية وكلها او بيكون عندي في حوامل حوامل بتكون موجودة عندي اه مصنوعة من الصلب زي ما موجود قدامنا على الشاشة في حوامل من اسفل الممرهوت الدكتر الموجود معين وفي السياخ الرئاسية والسياخ دي بيتم تثبتها ان كان بيتم تثبتها عن طريق سامغولة مسلا او الووز بشكل جيد جدا وبشكل مؤمن اكتر من مصمار بيكون موجود معايا من اكتر مية انجاهة كمان علاوة على كده ان بيتم كمان تعشي بعض الاجزاء بشكل معين بحيث لو المصمار فك يبقى برضو الممره ما يسقطش لحين انه بيتم عملية الصيام يبقى بالنسبة لمرات الكبيرة والمتوسطة بيتم هنا تعليق خلاص من استخدام حوامل واسياخ وزوايا حديد من ايه من اسفل يبقى انا بحط مثلا عندي حامل موجود اسفل الممر وبيكون موجود فيه زي شاسيك كده او حاجة مثبت اعلى الممر ويربط ما بين جزئين اسياخ وزوايا من الحديد طيب لو جينا بصينا على جزء تالت في عندي بعض الممرات بقى بيبقى عندي الممره هركبه مثلا بمخرج الهواء اللي طالع مثلا من المروحة الموجود مثلا في واحدة مناولة تمام او موجود في اي واحدة داخلية موجودة معانا طيب الممر ده طبعا انا للنهاردة في الجزء المروحة بينتج عنها ضوضاء او فيها حركة اي جزء متحارك طبيعي انها ينتج عنه ضوضاء او ينتج عنه اهتزات على الاقل فانا عشان ما نقلش الاهتزات ديت للممر بيتم استخدام وصلات مرنة وصلات المرنة ديت بيبقى اجزاء من الممر او بعض الوصلات المرنة والمتينة بيبقى منها احيانا ما تصنعها من الامونيوم خلاص الانظام سوسط وفيه بقى احيانا بتبقى بعض الانواع مصنوعة بمواد معالجة بلاستيكية ولكن خلاص حسب درجات الحرارة اللي بيتم منقلها في الممر حسب درجات الحرارة اللي بيتم منقلها في اين في الممر اهو الموجود معايا الممرات اللي انا اوصلها بواحدة التاكيف ممكن اوصلها عندي حاجة اسمها بوصلات مرنة دي منع انتقال الصوت من المروحة الى ممرات مين الى ممرات الهواء او حدوث اي اهتزات موجودة معنا طيب لو جينا بصينا عملية العزل لممرات الهواء عزل ممرات الهواء لو جينا نتكلم على عملية العزل عملية مهمة جدا جدا يا ترى النهاردة انا بتكلم لو كان الممر ده بيمر خارج المبنى تمام ولو هو كمان بيمر داخل المبنى ايه العزل اللي بيتم عندي طبيعي ان الهواء اللي حيمر داخل الممر ده بيكون يا هواء ساخن يا هواء بارد تمام انت بتعمل عملية تبريد او بتعمل عملية ايه تدفع فلو هوا سخن تبريدي انه ممكن تنتقل الحرارة من الهوا الموجود داخل الممر الى الوسط المحيط الى الوسط مين المحيط وخاصة لو كان الوسط المحيط ده وسط خارجي فمعدلات انتقال الحرارة هتكون اكبر فبالتالي انا لازم ان انا اعزل الممر من الخارج بمدى عزلة تقلل بقدر المستطاعة الحرارة اللي بتنتقل من الهوا الموجود داخل الممر الى خارج الممر مش كده بس. ده كمان ممكن يكون الهواء اللي مر داخل الممر هواء بارد. فبالتالي برضو ان الحرارة هتنتقل قلنا دايما من وسط الاعلى في درجة الحرارة للوسط الاقل في درجة الحرارة. فهنتنتقل هنا من الوسط المحيط الى الهواء. فبالتالي هيبقى لود وحمل زيادة على المكينة او على المعدة اللي بتقوم بعملية التبريد. وبالتالي التكاليف بتاعتني المنظومة هتزيد. فهنا عملية العزل عملية مهمة بتقلل لي في التكاليف التشغيل. وكمان بتقلل لي مش بس التكاليف التشغيل. وبتحاول تحافظ على بعض المكونات الممرات. وابعض مكونات اجزاء الدايرة اللي احنا بنستخدمها. طيب. يبقى انت اول نقطة عندي. انا بحسستخدم العزل هنا ليه? او عزل الممرات ليه? عشان اقلل الكمية الحرارة. اللي بتنتقل من الهواء الموجود داخل الممر الى الوسط المحيط. تمام? او الحرارة بتنتقل من الوسط المحيط الى هو اللي داخل مين الممر كمان او بعض الاوقات بيكون الهوى اللي مر فيه الممر درجة حرارته من خفضة ولو وصلت قلت درجة حرارته عن درجة حرارة الندى اللي هو المحيط بيبدأ بخار المية الموجود في الوسط المحيط ان يكسف على اجدار اللي هو الممر او المجرى من الخارج ولو كسف مية مع موجود العوامل الجوية الهواء والاكسجين وخلافه حيبقى متوفر عندي عوامل تكون التأكس وتكون الصدق بالتالي انا ممكن الممر التالي بيتلف بسرعة ويقل العمر الافتراضي التاعه فانا كمان ممكن اعزل الممر الهواء الموجود معايا عشان العزل ده هيقلل من عملية تكاسف او هيمنع تكاسف باخر ما على الاصلح الخارجية وخاصة لما يكون الممرات بتنقل الهواء ايه هواء بارد تمام وبالتالي انا محاول احافظ على العمر الافتراضي وعلى سلامة الممر التاعي من اي تلف طيب احنا تكلمنا دلوقتي على عملية العزل احنا ليه بنعزل الممرات دي هل العزل فقط عزل حراري؟ لا فبعض الاوقات بيتم عزل صوت او عزل حراري بعض الممرات بيتم هنا اعدادها وتجهزها بعملية العزل بتكون اثناء تصنعها من البداية بمعنى ان الممر نفسه بيكون معزول من الداخل فبالتالي ما بيتطلبش عملية عزل من الخارج لا يتطلب عملية العزل من الخارج وهل حساباتنا لما يكون الممر ماشي خارج المبنى بصمك المادة العزلة وكمية المادة العزلة موجودة وعندك ونوعيتها هتكون بنفس المادة العزلة وصمك المادة العزلة لو كان الممر ده موجود او بيمر داخل المبنى يعني مثلا بيمر عندي داخل داكتر مثلا موجود داخل المبنى او داخل منور او داخل اي مكان لا طبعا العملية بتختلف بس دي كلها عمليات فنية لازم يكون الفندي على دراية ايه ده بها انه هو بيعمل المؤيسة بيحسب نوعية العزل وصمك العزل وكمية اللي هطلوه بقى ايه تمام؟ فكل دي بتعتبر من الحاجات الايه الحاجات المهمة الموجودة معنا طيب النقطة التانية النهاردة تعال احنا بقى نشوف ايه هي اهمية العزل بتاعتنا وليه احنا بنعزل وكمان لما بنجي نعزل معانا العزل الموجود معايا ده انا بستخدمه ليه الغرض من عزل شبكة ممرات الهواء المكيف من الخارج اول نقطة منع انتقال الحرارة من خارج ممر الهواء الى الهواء البارد المار بداخله او فقد الحرارة من الهواء الدافئ المار بداخله الى الخارج النقطة ان احنا اتكلمنا عليهم ان انا دلوقتي بقى منع انتقال الحرارة لو كان الهواء اللي جوهه بارد خلاص يبقى من الخارج للداخل لو كان الهواء اللي جوهه ماشي جوهه الممر ساخن تمام يبقى يبقى من الداخل للايه? لخارج. دي اول نقطة. النقطة التانية. منع حدوث تكاسف للرطوبة المتكونة على سطح الممر. واللي بيمر بداخلها لواء الايه? البارد. وهنا بحدد. ان الرطوبة هنا ما بتكسفش على سطح الممر الا ازا كان المائع اللي ماشي جوه الممر هواء بارد. هواء ايه? هواء بارد. يبقى الغرض هنا من عملية العزل شبكات ممرات الهواء النقطين دولة. ان هنا امنع او اقل البقدر المستطاع لان ما فيش عملية عزل بتتم مية في المية. ولكن احنا بنقل بدرجة كبيرة عملية انتقال الحرارة من والى الهواء اللي مر داخل الممر ونمنع تكاسف الرطوبة المتكونة على سطح مين الممر. طيب. النقطة اللي بنتكلم عليها ايه انواع المواد اللي تستخدم في عملية العزل? اشهر الانواع اللي قدامنا دولة الواح الفلين. الواح الفلين دي دي احنا بنتستخدمها في عملية عزل مورات الهواء. ودي بتبقى نوع معين بيكون معروف تجاريا بالاسم ده الواح الفلين. وكمان عندي اللي احنا بنسميه الواح النسيج الزجاجة او احنا بنقول عليه الصوف الزجاجة. بيكون موجود في صورة احيانا الواح. واحيانا بيجي في صورة لفائف. حسب الممر اللي موجود معايا. يعني الواح احنا بنستخدمه لما كيه اعزل به ممرات هواء على شكل مربع او شكل مستطيل. تمام? واللفائف بنستخدمها فيما جيه اعزل ممرات هوا بيكون ممرات الهواء الدائرية او اللي بتكون شكل بيضاوي. ممرات الهواء الشكل ايه? بيضاوي. وكمان مادة خلاص المتمادد او المتاد في بعض اوقات بيتكلمه قلوها كده. تمام? البولسترين برضو من المواد العزلة ولدرجة العزلة بتاعتها قوية جدا. ودي كل زي ما اتكلمنا مع بعض انت بتبقى حسن درجة الحرارة اللي انت عايز تحققها او عايز تحافظ عليها بتكون داخل الممر بتاعك هتكون قد ايه? تمام? وفي نفس الوقت بيكون مادة تعرض الممر للرياح او مادة تعرضه لدرجات الحرارة الخارجية او احمال حرارية خارجية. كل ده انا بحدد اللي هي المادة العزلة ما مادة العزلة. والمفترض ان ان شاء الله انت تريد اسمه مع بعض في خصائص المواد العزلة دي بالكامل في مادة الخامات في الصف الاول. تمام? طيب. نقطة برضو من النقطة المهمة بقى. انا النهاردة لما اجي اعزل ممر الهواء. اعمل ايه اول نقطة? اول نقطة باجي على السطح الخارجي للممر ويتم تنظيفه ويتنظيف السطح بشكل جيد جدا. النهاردة باش بس احنا بنكتفي. النهاردة ممكن يكون الصاج اللي انا مقطعه اه خد طبلة اجسادة عليه اي حاجة فانا بيتم هنا صنفرته بشكل كويس جدا. وفي بعض الحاجات بيتم معالجتها كيميائيا. تمام? للو كان فيها بعض الجروح او بعض الشروخ او بعض اجزاء بيتم معالجتها. تمام? فاول نقطة عندي قبل ما اركب المادة العزلة عشان تتم لسق المادة العزلة ويتم احكام وعملية العزلة بشكل جيد. لازم تنظيف السطح الممر من الخارج جيدا. تاني جزئية انا بقطع الواح المادة العزلة حسب المقاسات المطلوبة. في الداية الامر احنا بنبقى شايف الممر بتاعي عارف ابعاده ايه? عارف طوله ايه? لاطوال المتوفرة من الالواح الموجودة عندي ايه? وبشوف كمان ازاي ممكن اجيب الالواح اللي تناسب العمل بتاعي. بحيس النهاردة ممكن عندي لوح مثلا اتنين متر في اه مسلا اه اربعة مسلا مسلا في تلاتة متر. في لوح مسلا اتنين متر في اتنين متر. لوح متر نصف مسلا في اه في اتنين متر. لوح متر وعشرين في اتنين متر. لا لا. ازا انت بيفرق الكلام ده معك. لا بتفرق. انا او مسلا هجيب لوح. واللوح ده عايز مسلا اقطعه اه مسلا اه اه تلاتين سنطي كل سطح من اسطح الممر المربع بتاعي مسلا تلاتين سنطي. لا ده انا اروح اجيبي اللوح المية وعشرين. خلاص اللوح المية وعشرين ده لو جيت قطعته بشكل طولي. الطولي ده هيديني اربع قطع كل قطعة تلاتين سنطي. التلاتين سنطي يبقى انا مهضرتش اي جزء في الايه? في اللوح. فده مهم جدا ان انا اكون عارف هشتري الواح ايه? اللي هتناسب الابعاد اللي موجودة عندي حسب المقاسات المطلوبة. بيكون معي ورقة معمول فيها المقاسات. المقاسات دي بابدأ اقطع الالواح تبقى للمقاسات المطلوبة واللي تم اعدادها مسبقا. نقطة التالتة بابدأ هنا توضع القطع المادة العزلة على سطح الممر. بعد لازقها بالمادة لسقة المناسبة. يعني انا بابدأ النهاردة انضف سطح الممر من الخارج. اقطع الواح بالمقاسات والابعاد المطلوبة تمام? بابدأ بقى احط المادة العزلة على السطح من اعلى بعد ما اكون احطيت او اعملت عملية اطلاق بالمادة اللسقة. والمواد لسقة كتيرة وانواع مختلفة تمام? بترجع المادة الماسقة اللي انا بختارها حسب بقى درجة حرارة الممر. يعني انا نهاردة لو الممر ده هين الهوى سخن. تمام? يبقى في نوع معين من مواد اللسقة انا باستخدمها لان مثلا درجة الحرارة دي ممكن تفك المادة لسقة. لو كان مثلا بوتومين مثلا او مثلا احنا بيعرفوه الناس شائع الاسترامي يقول لك مثلا البلاك او الكلام ده. المادة ديت لو ارتفعت درجة حرارة تبدأ تنصهر. تمام? فلا يفضل ان انا استخدمها في عملية لسق المواد العزلة لما تكون ممرات هتكون ممرات درجة حرارة او الهوى اللي مر فيها درجة حرارة مرتفعة. فالنقطة التالتة ان انا بختارها بختار المادة اللسقة المناسبة لطبيعة الهوى اللي حيتم تكييفه او حيتم نقله من خلال الممرات الموجودة معي. تمام? ودي نقطة في منتهى الاهمية. يبقى اول نقطة انا بنضف السطح الخارجي من جيدا جدا لسطح الممر. تاني نقطة بجيه مسلا الوايح بالمقاسات الموجودة طبقا للموجودة عندي في المقاسات والموجودة عندي في المقاسة بيتم تقطعها بالمقاسات بشكل جيد. تمام? مع حساب عمليات اللحام اللي هو المقاسات الموجودة. وكل ده بيكون موجود فعلا في الرسم الموجود مع نا. تمام? بعد ما بقطعها ببدأ اوضعها فوق سطح الممر. واستخدم المادة اللاسقة الايه? المناسبة الموجودة معي. ممكن كمان انا ابدأ الممر بتاعي ده. ابدأ اربط المادة العزلة دي. يعني انا منقرة كمان ما بكتفيش بس بان انا بحط المادة عزها بيتم رباطها باسلاك رباط من الخارج. يعني هنا سلك الرباط بلفه جيدا جدا وبيتم عاده طريقة معينة تمام بحيث ان تحت اي وضع لو المادة لسقه حتى فكت ولا الكلام ده بيكون العازل محكم على الجسم الخارجي او السطح الخارجي للممر من خلال الرباط اللي بيكون موجود معايا. وحاول بقدر المستطاع. ان دي انا ما حطش زوايا من الحديد خلاص. يعني في بعض الاوقات ان بيتم هنا ربط المواد العزلة اقولنا برباط خاص مع وضع زوايا من الحديد عند الاركان الممر. ليه? لان حرف السلك لما باجي شده جامد بيقوم قاطع ايه? الاحرف. فبالتالي ببقى حاطت زاوي موجودة معانا. زي ما بس بما جانقل مسلا تنلاجة ولا جانقل اي معدة على العربية. ايه مسلا اللي هو السواق او السايق بيجي يشد مسلا السلبة بتاعته. بيكون انا حاطت مسلا اي قطعتين مرينتين على الزوايا الجناد بحيث لما بيشد يسبت الجزء كويس جدا على سطح العربة. تمام? فبالتالي سطح العربة بيكون جيد جدا ان انا بقى معمية ربط. فعشان ما تقطعش انا ممكن احط زوايا من الحديد عند اركان الساج الموجودة معانا. تمام? يبقى اول نقطة هنا هنضف سطح الممر من الخارج جيدا جدا. وهقطع الواح المادة العازلة حسب المقاسات المطلوبة. وهبدأ اضع اللي هو قطع المادة العازلة على سطح الممر بعد لصقها بالمادة اللصقة المناسبة. وبعدك بربط بالمادة العازلة خلاص بوسط اسلاك روباط خاصة مع ايه وضع بعض زوايا من الصاج عند الاركان الممر. وكده احنا كده اتعرفنا على بعض الممرات وبعض الاجزاء اللي هتكون موجودة في ممرات الواقع في انظمة التكييف المركزي. اتعرفنا عن انواع الممرات الموجودة معنا. اتعرفنا كمان على اللي هي الغرض منها ايه? تمام? وكمان اعرفنا ازاي انا هنا هعلى الممرات طرق تعليق الممرات حسب ابعاد كل ممر. وكمان اتعرفنا على اللي هو الطرق المختلفة في عملية العازل وايه هو الهدف والغرض من العازل بتاعي? فبالتالي خلال ان شاء الله بامر الله اه جزئية او الفترات اللي جاية بامر الله هناخد بعض المؤيسات اللي موجودة معنا ازاي نحسب تقادير التكاليف الخاصة بممرات التكاليف المركزي. وكمان الانظمة المختلفة اللي هي المجتملات الموجودة معها سواء كانت فلاتر سواء كانت شبكات مثلا لحجز بعض الشوائب او خلافه. وبعض المكونات الاخرى سواء كانت شبكات الانبيب او كانت شبكات المختلفة مثلا اللي موجودة عني في بعض الانظمة التحكم. ان شاء الله بامر الله. والوقت عدى بنا سريعا. ونلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.